أستاذي يعني هذه جزء من الحرب التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في كافة الأوجه سواء من الحرب سيد نعمان سيد نعمان هل تسمعوني الآن أسمعكم يبدو أنه في مشكلة في الاتصال نحن نسمعك سيدنا ما تفضل نعم أقول أن هذا جزء من الحرب التي تشنها دول سواء الحرب العسكرية التي شنتها منذ احتلالها وحتى الآن والحرب الآن الإبادة الجماعية ما تكون به من إبعاء غزة الآن قضية الأنروا هي قضية تتعلق بأحد أصول القضية الفلسطينية وهي قضية اللاجئين الذين لجئوا عن أرضهم من أراضي عام الثمانية وعربعين وبتالي هذه القضية مستهدفة من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي كاستهدافها للقضية الفلسطينية هذا يعني قضية اللاجئين هي أساس من أساسيات القضية الفلسطينية وبالتالي هذا الاستهداف قديم جديد تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي كلما اتحت لها الفرصة لمقاومة هذه القضية الآن الغرابة والفلسطيني جاء من خلال الاستجابة الفورية لبعض الدول وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها باطلة قامت بها دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق جزء بسيط جدا يعني موظفين عاديين لدى النروح حتى يتم مهاجمة كل الوكالة ووقف تمويل وآخرها هذه الاستجابة الفورية الظالمة من قبل هذه الدول لاتهامات معظمها باطلة وقد لا يثبت صحتها يعني واجه استغراب شديد لدى الشعب الفلسطيني لدى قيادتنا ولدى كل المؤسسات الرسمية والشعبية الفلسطينية وهذا يدلل أن هناك شيء ما كان مخبأ تجاه قضية اللاجئة للأنروح ليس من الآن بل من فترة بدليل ذلك الاستجابة الفورية لما أعلنته دولة الاحتلال الإسرائيلي ليكوننا نتمنى أن تكون هناك استجابة فورية لوقف هذا العدوان الظالم الذي يمارس على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس وليس أن يكون هناك اجتداد لمعاناة شعبنا الفلسطيني من خلال حصار المال سيدتي 70% من شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة هو من اللاجئين وكذلك هناك لاجئين في الضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن وكافة مناطق الشتات وهؤلاء بحاجة لوجود هذه المؤسسة والمنظمة الدولية لمساعدتهم إلى حين العودة وتطبيق حق العودة المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية وفي الاتفاقية بيننا وبين دولة الاحتلال طيب سيد نعمان قانونيا ما مدى قانونية هذا القرار كما ذكرت حضرتك أن قرار الأونروا ودعم اللاجئين الفلسطينيين هو قرار تم في منظمات دولية وهناك قرارات حول هذا الموضوع كيف بإمكان هذه الدول هكذا فجأة أن توقف الدعم يعني حقيقة أولا نتمنى أن يكون هناك استجابة كما قلت للأمور القانونية الحقيقية الفعلية بحق شعبنا الفلسطيني يعني إعطاء الحقوق للشعب الفلسطيني المقررة من قبل الأمم المتحدة ومن قبل مجلس الأمر ومن قبل كل المنظمات الدولية الآن هذا القرار بتوقعت أنه غير قانونية ومن ناحية الدبلوماسية ونتمنى على هذه الدول التي استجابت فورا لإدعاء دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تعود عن قرارها ونؤكد أن هذا القرار ويؤثر شعبيا وماديا على جزء كبير من شعبنا الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أماكن الشتات سيد نعمان في حال تم فعلا اتخاذ هذا الإجراء هل من الممكن أن نشهد خيار آخر يساعد الفلسطينيين في قطاع غزة يعني مثلا أن يكون هناك دول عربية تتولى دعم السكان في غزة أنا كما ذكرت سيدتي الموضوع ليس فقط الموضوع الدعم المادي فقضية اللاجئين وقضية الأنروا ووجودها هو يشكل يعني بعد سياسي من الدرجة الأولى بحيث أن هذه القضية كم إحدى القضايا الأساسية للتفاوض ما بيننا وبين دولة الاحتلال وهي قضية اللاجئين وعودتهم وهناك قرارات دولية تؤكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين هذا الموضوع نعم يتعلق بالبعد المادي جزءا منه ولكن هناك البعد السياسي لهذا القرار وهو يعني كمحاولة من دولة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء قضية اللاجئين بطريقة وقف الأنروا وهم يحاولون دمج أو تحويل اللاجئين الفلسطينيين إلى أساسات أخرى وهذا ما لا يتوافق مع يعني لا أولا القانون الدولي ولا يتوافق مع الإرادة الفلسطينية والشعبية نعم من جنين عمان العابد محلل سياسي ومستشار قانوني شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا